لو تلاحظ عزيز الطالب هنا بهذه الشريحة الأخرى عندي هذا التمرين يعتبر من التمارين اللي نوعا ما ييجي إسقاط يتحدث لي عن أبولوجايز اللي هو الاعتذار وهذا جدا بسيط وحلو لنا حظان ياك هاي المحادثة أعملوا الأنشطة أو التمارين على بيج 17 للمشاكل للواجب البيتي من فضلكم ستودينت ما سمع الاستاذ الاستاذ راح يغد يقل له التيتشر راح يقل له بيج 17 اللي هو صفحة 17 للواجب البيتي من فضلكم لاحظ عزيز الطالب بما أنه ما سمع فاش راح يقل له راح يقل له باردن إذن هنا شنوى باردن لو تلاحظ طبعا هذا موجود بصفحة 90 انسيت نوها على الصفحة باردن لاحظ هسا هنا باردن زين كلمة باردن شوق تستخدمه إذا عندك شيء تكرر مرتين عندك شيء تكرر شبيه مرتين نجي للنقطة الثانية أنا جداً سوري بإختصار شيء فأنا جداً آسف لسمع ذات ذلك جدتك أم أمك المريضة الكيك الثلاثة الكيك نوعاً ما شون جاف يابس أنا جداً سوري فأنت لازم تأخذ على خاطرها أو خاطرها تقولها لا تتكلمها لا تتكلمها لا تتكلمها لا تتكلمها هاي الجواب إذا واحد تقولك أنا جداً سوري تقولها لا تتكلمها أو تقولها بعد واحد يقولك سوري فور بيينغ ليت آسف لتأخري تقولها ذاتس أوكي لاحظ I was a bit late وأنا كنت نوعاً ما لاحظ متأخراً أيضاً هذا بالنسبة للتمرين هذا عزيز الطالب ننزل نكمل ولو تلاحظوا هذا مهم جداً جداً التمرين اللي موجود بصفحة 97 من التمارين المهمة جداً جداً لاحظ عزيز الطالب هذا نار وشراء شفت الفوق صفحة 90 قلت لك يجس قاط لكن ما لحيت حاول تأخذ عليها نظرة وتطلع لكن هذا لا والله هذا تقابل وانتقل لاحظ النقطة الأولى The material اللي هي المادة used to make المستخدمة لصنع ذات جاكة تلك السترة أوكي is لو تلاحظ exquisite exquisite معنى شنو جميلة للغاية فاخرة لاحظ المادة جميلة للغاية المادة يعني القماش ما قماش اللي مثلاً إذا مصنوع مثلاً الربر المطاط إذا مصنوع مثلاً اللذر الجل فهاي المادة أوكي exquisite شنو يعني يعني فاخرة للغاية جميلة للغاية جميلة نجي المادة الثانية try حاول and لو تلاحظ عز الطالب saver شنو معنى saver لو تلاحظ عز الطالب try معنى جرب and جرب وتذوق saver معنى تذوق saver معنى شنو تذوق the taste طعم of the meal طعم الوجبة بعد نيجي high فخليها بالك high saver معنى شنو معنى يتذوق شتذوق الطعم لنا شبيه لو تلاحظ is concentrating تركز very hard يعني بتركيز جداً قاسي وقوي شوف very hard بجد لاحظ on على her mouth homework اللي هو واجب البيتي المن للرياضيات لاحظ عزي الطالب فهنا اذا شفت لنا concentrating تركز 4 there were كان هناك lots of الكثير من لو تلاحظ complaints شكاوي complaints معناها شكاوي about عن the lack اللي هو نقص of food نقص الطعام of the party في الحفلة لاحظ lack النقص يسوي شكاوي اللي هي الشكاوي خمسة لو تلاحظ عزي الطالب المناي معناها الخريجين مت يتقابلون يجتمعون every year كل سنة out the college في ال college اللي هي الكلية نيجي المن فخليها بالك المناي مت يتقابلون every year كل سنة out the college بعد النقطة السادة could you هل تستطيع هل يمكنك please من فضلك provide and تزود تزود شه تزود عزي الطالب assortment تشكيله assortment معناها تشكيله of sandwiches من الشطائر من اللفات هذا عزيز الطالب لحد لنا بالنسبة للتمارين المهمة جدا جدا بعد اكو تمارين جايبين من عندهم لكن متفرقة نقطة نقطة يعني تمارين انا رح اراويك عزيز الطالب او انوهلك عليهم لاحظوا اول واحد هذا هذا عزيز الطالب طبعا حلى باختصار شديد حتى ما اطول عليك هنا 81 موجود بصبح 81 هنا also لاحظ وهنا رح يكون عندك but وهنا رح يكون عندك who واخر شي رح يكون عندك and طبعا عزيز الطالب هذا يعتبر قواعدي تمرين قواعدي ليش لان هذان الكلمات كلمات شنصيح لهم link words اللي هي كلمات الربط فأتخليها ببالك شفت is لازم هنا بعد also انه كذلك sometimes يسمى او يدعى called يدعى بعض الاحيان يدعى شف sometimes معناها بعض الاحيان called يدعى البصري لحظ فكذلك نجلها البط البط اداة ربط تربط بين جملتين مختلفتين متناقضتين وعادة شي يجي قبلها يجي قبلها كمان لحظ عزيز الطالب وتجي حسب المعنى لحظ most of his works معظم اعماله are now lost ضاعت but لكن more than اكثر من خمسين نجن لحظ هنا يقل لك ضاعا وهنا يقل لك شنوة نجن فجملتين متناقضات فهذه بط نجل الويتش ويتش معناه التي او الذي يحشي لعلى كتاب المنازير غير عاقل فلازم نستخدم هو لو ويتش اكيد ويتش نجل هاي هاي جا وزاري يقل لك شتستخدم لو لو ويتش هي ووز هو اذا بما انه شخص عاقل مباشرة الفيزياء البارز اكيد شخص لحظ وليفت عاش اذا هو فخليها ببالك نجي المن نجي للانت انه عمله ترجمه للاتينية واللغات العديدة الاخرى وهذا التمرين لازم انت فاهمه وحافظه ليش عزيزي الطالب لان يحشي لك على ابن الهيثة من القطع المهم جدا جدا هذا يعني اخذ من عنده افكار شون ما شرحت بصورة سريعة اخذ من عنده افكار الروحانية المل التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده هذا ايضا عزيزي الطالب موجود بياه صفحة موجودة بصفحة 88 الجايب لو تلاحظ جايب من عنده هذا تيذ بريزينترز اللي هم مقدمي البرامج هاف تسبيك ينبغي عليهم ان يتحدثوا شنو كليلي بوضوح ولاحظ هاي اخذناها احنا في احد التمرين وجايبها مننا منك ما عرف فهنا نفس الشي بالضبط ولو تلاحظ اتا ايضا اخذ فكرة ومثلا حتى نفهمهم بسهولة وبعد يقولون كل شيء بطريقة يقولونه بطريقة منتعة بعد لو تلاحظ كلماتهم كارفلي يعني يختارون كلماتهم كارفلي بحذر نجي هذا على الهاتف يجب عليك ان تتحدث بطريقة ودودة بعد نجي المن يمكنك ان تقول القول بادم لو تلاحظ عز الطالب ببطئ لو تلاحظ كوايتلي كوايتلي يعني شنو بصوت الناصي منخفض به دوء فانت خليها ببالك اتشي افكار هذا اذا اذا تريد ان الطلاب تريد طلع مي اما لا والله بس تريد تنجح لا الحد لنا بعد عندي كم تمرين على نفس الشاكلة هاي عزيز الطالب ايضا اتباع لها على انه هيئة قصة شارح لك يا هناني للطلاب الشطار عدي هذا لحظ عزيز الطالب هذا شنو انه منطيكة اربعة اعمدة وكل عمود بعنوان مثلا هذي السفر هاي جياغرافيا اللي هي جياغرافيا البنايات واجريكولتشر اللي معناها الزراعة وعدي ذني الكلمات يخصا السفر والجياغرافيا والبنايات والزراعة ايش رايح نسوي احنا طبعا جدا جميل هذا الشي صحولة هذا التمرين شي يجيب لك بالامتحان يجيب لك عزيز الطالب جاي مرة واحدة عناوين واش قايل لك قايل لك يلا ماتش اربطن اربطن الكلمات مع العناوين جيب لك هذا وهذا ويطيك كلمات على السفر وعلى الجيغراف اتا تيجي تيجي مثلا للسفر اللي تخص السفر طبعا موجود صفحة 98 عزيز الطالب تخص السفر لو تلاحظ جيرني اللي هي الرحلة هذي وانا بعد شنو يتخص السفر بورت اللي هو الميناء ميناء يسافرون من عنده بالسفن بعد هورس باك اكو ناس السفر على ظهر الحصان تخص السفر بعد لو تلاحظ باسينجر اللي معناها المسافر او الراكب باسينجر نيجي جياغرافي اللي هي الجغرافية لاحظ ديزرد اللي هي الصحراء تدي العليمان على الجغرافية بعد فورست اللي هي الغابات غابات استوائية غابات مطارية تخص الجغرافية بعد غراسلاند غراسلاند العرض العشبية اخر شي تخص الجغرافية مونتينز الاراضي الجبلية او الجبل او الجبال اللي هي ايوانها لاحظ نيجي بولدينجز بناية اتلو تلاحظ موسك اللي هو الجامع يعتبر بناية بعد عايزي طالب ميوزيوم اللي هو المتحف ايضا اش يعتبر بناية بعد رفاينيري اللي هو المصفى ايضا اش يعتبر بناية واخر شي بيرميد اللي بيرميد اللي معناه شنوه معناه الهرم يعتبر بناية والهرم الاكبر اللي بناه انه خوفه نيجي المين طبعا فرعو خوفه خوف ما تعرفه اغريكولتر اللي معناه شنوه الزراعة اللي تخصها فرتايل الارض الخصبة بالاضافة لكروبس اللي هي المحاصيل بالاضافة الى فارمينج اللي رعي اوكي بعد اخر شي فيشتبلز اللي هي الخضروات ايضا تخص شنوه الزراعة بعد اشعدي من هاي التمارين لاحظ عزي الطالب عندي هذا التمارين اللي موجود مثل ما تلاحظ موجود بالوحدة الاولى موجود بصفحة داش مرة جايب اي بوت ماي نيو اوكي فراغ يستردي وشمخلي فوق سكيتبورد هذا جاي نص هتش مرة وزاري شون اتركي شون صار انه ماي والله هذا ما شرح طلابي شون اغشهم لا اجيب لك واقل لك ياابا هذا جاي وزاري وهتش جاي بهاي الطريقة وخليها ببالك نجي مثلا هاي النقطة اهم وحدة به بعد نجي اي 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 لو تلاحظ سيفينغ اب ادخر تذكر كريمي ادخر لستة اشهر نجي الهنا اتس فانتاستيك اللي هو سكيتبورد كان رائعا اتترانز انه يستدير وال بشكل جيد يعني عاطف سو وال لاحظ نجي الهنا اتس يقول انه يقول اتس انه ايزي تبوت اب توجه من السهل تنصيبه معا اوند واتس ترو هذا صحي بعد نجي مثلا الهنا نقول اه اتس بلاستي ويلز وودن بورد اللي هو اللي هو خشبي بعد يقول لذلك شوف لذلك يمكنك ان تذهب رالي فاست بعد نجي الهي ابوك انه يأتي مع بوك كتاب تو لو تلاحظ هل بيو يساعدك لرن مور تتعلم اكس بعد اي لو تلاحظ كان يمكنني دو كيك فلب اللي معناها شون شقلبة الى آخره هذا من التمارين اللي جاي مرة واحدة اروح اكمل بقية التمارين عزيز الطالب وياقبقا عندي تمرينين ان شاء الله ونخلص لو تلاحظ عزيز الطالب هذا جاي طبعا هذا هو الموجود موجود بصفحة 23 هاي النقطة الاولى جاي بنعنده فشيقول اي ريت انا قرأت ان انترستنج بوك كتاب ممتع ريسينتلي معناه شنو حديثا حديثا لتو بعد ات لو تلاحظ was cold انه كان يدعى the mountains of the moon اللي هو جبال هاي جبال ومون معناها قمر the main characters الشخصيات الرئيسية لو تلاحظ were cold كانت تدعى they هما الشخصيات شنو where كانوا بعد people who الذين go into space بعد نجي they هما went ذهبوا to the moon they found وجدوا it انه ادل was made of انه كان مصنوعا من gold الذهب بعد they هما لو تلاحظ got حصل lots of الكثير من الذهب وبعد انه السفينة مع التمصار الثقيلة it couldn't لم تستطع شنو take off ان تقلع لحظ i انا didn't like it ما حبيت ليش it was very sad انه كان جدا حزينا خاف انت تريد تفهم القصة مالت هذا تقدر تروح تكتب صفحة 23 اشوف الشرح والترجم والته بصورة افضل من هاي لذلك لازم اشرح بهاي الطريقة واسرع نجد نجد ايضا 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 وين موجود موجود بصفحة 34 عزيز الطالب ايضا نفس الافكار انا قرأت قصة حديثا it was انها كانت القصة شبيهة تدعى ترابل فورست اللي هي الغابة المخيفة it was كانت لو تلاحظ هار ستوري قصة مرعبة لحظ هار مرعب حلو بعد was كانت اش كانت سترينج غريبة لحظ بعد it was about امان رجل هو اللذي شوف اللذي طبعا كلين منها people ناس لو تلاحظ هير سماعوا trouble sound اصوات واضوية انت saw وراء لاحظ lights اضوية من الغابة the police الشرطة couldn't find لم يستطع ان ينجد شنو anyone اي شخص the man left his house ترك his house شوف منزله the sound and lights sounds الاصوات والاضوية شبيه عزيز الطال لو تلاحظ stopped توقف another man شخص اخر came to jailman to live and يعيش i was and i couldn't لو تلاحظ frightened خائفا by the story بواسطة القصة and i didn't understand ولا لم افهم شنو the ending اللي هي النهاية معلتها عزيزي الطالب موسيقى